بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى أحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا نضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إدى الله وحده لا شريكا وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا تقول الله حقا تقافر ولا تنوتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا وارتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ربيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهديها لمحمد صلى الله عليه وسلم وإن شر يمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ولانة وكل ولانة في النار أعاذ لله وإياكم من عذاب النار أحبتي بادي ألي بادي نطلقوا مكم أنت تتقدموا بارك الله فيكم لسوحوة الأمطار في الخارج فنعجمكم أنت تتزاهموا بارك الله فيكم وملكوا الأمانكين الفائرة لسوحوة الأمانكين الفائرة Liebe Geschwister, zu Beginn bitte ich euch nach vorne zu rücken dass draußen regnet sodass unsere Geschwister hier drinnen Platz finden بارك الله فيكم رفت الزامن وفلت دفن بارك الله فيكم الدراسة ينبغي أن نذكر أنفسنا ببعض من المسائل المهمة حيث أن تربية الذرية هي من آل حد الأمور لا سيما في هذا العصر إن الإنسان إذا كان سيودع ابنه أو ابنته إلى المدرسة فقبل ذلك سيضع الأدوات المدرسية في حقيبته من كتب وأقلام وغير ذلك وكذلك ستضع الأم أو الأب سيضعون علبة فيها بعض من الطعام وكذلك الشراب اهتماما بصحة ذرياتهم وهذا أمر واجب أن نهتم به كذلك أن نهتم بمظهرهم وملبسهم أن نهتم بصحة ذرياتهم وهذه الأمور قل من يجب أن تذكرهم بها حيث أنها في فطرة الإنسان في فطرة الوالدين نسأل الله أن يعيننا على تنبية ذرياتنا ولكن الذي ينبغي أن نذكر به دائما هو أن تزودهم كذلك بعلبة الإيمان وبطعام الروح وشرب القلوب بالإيمان الصافي والعقيدة الناصعة الواضحة الطيبة فكذلك ينبغي كما تختار وتتساءل أي قعام سيأكله أي ثمرة نعطيه اليوم أهي التفاحة أم التطال ماذا سيشرب هل سيشرب هذا أم ذاك كذلك هل تسأل نفسك ما هي الآية التي سأذكرها لابنتي في هذا اليوم؟ ما هو الأليف الذي سأضعه في قلبي ابني حينما يغادر البيت؟ ما هو الذكر الذي سأذكر أطفالي به حينما يغادرون البيت؟ فلا يبغي أن نقتصر على غذال الأجساد ثم نغفل عن غذال الروح فإن موت الأجساد ليست مصيبة بل الطامة الكبرى هي موت الأرواح والقلوب نسأل الله أن يحيى قلوب ذرياتنا ولذلك دعونا نتحدث عن عقيدة التلميذ عن إيمان التلميذ من بنينا وبنات نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوب ذرياتنا وإذا تدرس أركان الإيمان وكيف ينبغي أن تؤثر هذه الأركان على أعيات التلميذ ومن ذلك الإيمان بالله سبحانه وتعالى وإذا اقتطف بعض الزهور من بستاذ الإيمان بالله جل وعلا فمن أعظم المسائل التي ينبغي أن تذكر بها ابنك وأن تذكر بها ابنتك وهي تخرج من بيتها نسأل الله أن يعفرهم أن الله هو الرقيب جل جلافه وهكذا كان دار السلف كانوا يعلمون الصغار أن يرددوا الله يسمعني الله يراني ما أجمل هذا الملطف حينما توجع ابنتك وتقول أي بني يا بنيتي الله يسمعنا والله يرانا أسأل الله أن يحفظك بنيتي أعانك الله وهكذا توذع ذريتك ذكرتهم بصفتين من صفات الله أنه هو السميع البصير وفي يوم آخر تذكر ذريتك الله عز وجل يراقبنا لا تنسى أنت لست وحدك في أي مكان الله عز وجل ينظر إليك دائما انضف حفظ الله ورعايته منين أو يا بنيتي وهكذا ينبدي أن نرسق هذه العقيدة ولا يكون النقائل إن ابني لا يريد سمع هذا وأي مريض يريد أن يشرب الدواء وأي مريض يستزيغ الدواء المرء نسأل الله أن يشفي ذرياتنا وأن يشفيها فإذا أنت الطبيب الحارق والمبرد الماهر الذي تعطي الدواء بعنكة وليهم وحكمة حتى يتقبلها هذا المريض نسأل الله أن يجنب ذرياتنا الفتن ما رأى منها وما قطن فأذكر أولادك بأن الله يراهم بأن الله يسمعهم وفي يوم من الأيام ذكرهم بالملكين وقل لهم أسأل الله أن يحفظكم الله بالملكين الذين جعلهما لحفظك من أبابك ومن خلفك يحفظونك بأمر من الله سبحانه واذكر يا مني أن عن يمينك ملك وعن يسارك ملك ألا أقول لك أخي الكريم وأبت الكريمة ارضي محاضرة طويلة عليها إنما هي كلمات جملة واحدة الملائكة تنظر إليك السلام عليكم جملة لا تدري متى تنبت هذه الشجرة هي حبة إيمانية هو زرع إيماني تغلسه في القلب مثل الفلاح الذي يغلس الحبة وما أدراه أنها ستنبت إنما الذي ينبتها هو خالقها جل جلال وكذلك الأمر في التربية لإزرع الإيمان في قلب ذريتك ودعي البقية على الخالق جل وعلا إذا خرج ابنك من بيتك إذا خرجت ابنتك اجلس بين يدي الله صلي صلاة الضحاة ركعتين وهو إلى السجود واذكر الله وقل اللهم احفظ ذريتي اللهم استر له الخير اللهم استودعك ابني وابنتي اللهم هم في حفظك اللهم افتح لهما أبواب رحمتك طرع إلى خالقك جل جلاله واسجد بين يدي المولى سبحانه لديك سلاح عظيم لديك دواء نافع هو ذكر الله وهو الدعاء فانتن هذا الأمر وليكن لسانك رضبا بذكر الله سبحانه وتعالى وكذلك ذكره في يوم من الأيام وذكر ابنتك أن الله غفور رحيم لأنها سيغطئ ولأنها ستغطئ وكل ابن آدم خطاء لا سيما في أيام جوالات والإنترنت والمواقع الاجتماعية فينبغي أن تذكره لا تنسى في استغفاء قل اللهم اخير نبي وحص فردي واهد قلبي ذلك الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الشاب الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إيذن لي في الزنا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهوته قد بلغت القوة فقال إيذن لي بالزنا فقال له أتى الله لأمك أتى الله لأختك فدعى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اخفر الغنبه واهد قلبه وحص فرجه ادعو هذا الدعاء ضع يدك على رأس ابنك ضع يدك على رأس ابنتك أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل علامة زودهم زودهم بزاد التقوى وحصنهم بحفظ الله سبحانه وتعالى كذلك هو العفيد جل وعلا فإنما تودع ابنتك وابنتك قل أستودعكم الله الذين تضيروا وذكروا فيقولون في حفظ الله يقولون في كذف الله سبحانه وتعالى وكذلك من أركان الإيمان الإيمان بالرسل بأن يكون الرسل قدوة مرة ذكرهم بقصة آدم وتلك مناعة ضد الإمحاد وضد نظرية التطور وضد هراء المنى من القردة وكذلك تزودهم قصة لوت وقد ذكرنا هذا أكثر من مرة حتى تحصلهم من الشذور ومن تلك المبقاط التي تنشر بل تدرس في الكتب المدرسية وهذا ذكرناه مراراً ينبغي أيها الأب ينبغي أيها الأم أن تدرس الكتاب كما يدرس إذنك الكتاب في المدرسة صفحة صفحة أو صفحة صفحة وصفراً صفراً وكلمة كلمة حتى إذا قرأت نصاً يمكن للرجل أن يتزوج رجلاً حينما تقرأ هذه الكلمة أن تدعو ابنتك بنيتي تعاني ما رأيك في هذا الكلام هل خلقنا الله لهذا؟ وحاولها وكذلك حاول ابنك أما أن لا تهتم بما في الكتب من مصري وأن لا تهتم بما يتعلم فهذا هو الضياع والله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته ستسأل يوم القيامة لماذا لم تفتح كتاب الرياضيات؟ يا ربي قال أنتم أنا حسابة الفحص ألم تسمع خطبة حذرك فيها أن هذا الشدود يدرس في كل المواد؟ فماذا ستجيب ربك يوم القيامة؟ اللهم ألا غلقت اللهم فشلت فينبغي إذن أحبتي أن نهتم بهذه القضايا ماذا تحدثتم اليوم في الحصة؟ ماذا طرقتم اليوم؟ ماذا فعلتم في الرحلة؟ وهكذا ينبغي أن تواكب يوميات أولادك من بنين وبنات؟ نسأل الله أن يحفرهم وعما الإيمان بالقرآن فمن أعظم ثماراته الورد اليومي أن تقرأ مع ذريتك خمس دقائق من القرآن ربع ساعة من القرآن صفحة واحدة تعالوا يا ابناني سنقرأ اليوم صفحة من القرآن بالعربية ثم تقرؤون علينا الترجمة بالأرماني صفح هذه لا تزيد عن خمس دقائق ولكن فيها الأفر العظيم فيها من المنافع ما الله به عليم فاجعل لي أسرتك ورداً يومياً من قرآنة كتاب الله وقراءة صفحة من ترجمة المعاني وإن زلت تفسيراً فاللهم زلنا ولا تنقصنا وكذلك الإيمان بالآخرة بأن تنكر ذرياتك بنعيه الجنة وبعب طاب النار بأن تنكرهم وأن تدرس كتاباً تقرأ معهم كتاباً في الإيمان باليوم الآخر ومن الكتب التي أنصحها الجنة والنار للشيخ عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى الجنة والنار للشيخ الأشقر هذا كتاب نافع وهناك كتب نخاء ولكن كتاب نافع وهناك موقع كذلك موقع الدور فيها الموسوعة العقدية فيها مالذ وطاق من المسائل الإيمانية يقرأها كل يوم حديثاً واحداً كل سبوع حديث أما أن تمر لا سبيع ولا شوق وأنت لن تعلم ذريتك أسماء أبواب الجنة وأن تعلم ذريتك كم من نهل وأن تعلم ذريتك ما هي تربة الجنة وأن تعلم ذريتك كم من باب في النار نسأل الله أن يتيغنا وأن تتحدث مع ذريته ما عدد الزبالية وأن تحدث ذريتك من هو خازن النار أي ما تريد حينها أن يترك ابنك المعاصي وأنت لم تعلم شيئاً من دين الله ترىك وتعالى وكذلك الإيمان بالقراء والقبر أنه يفهم أن التركل على الله هو الأخذ بالأسباب أنه يبدأ أن يفهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم أن يجتهد في الطلب العلم أن يجتهد في المدرسة أن يقفد بالأسباب ومن الأسباب المراجعة وأن يقوم بالأذوات التي تفرض عليه الواجبات المنزلية إلى غير ذلك هذه عجالة أحبتي فلا تتركوا أولادكم يموتون جوعاً من الإيمان أن يموتوا من الجوع الإيماني أن يموتوا من الجوع الإسلامي أن تموت قلوبهم لأنهم لم تطعموهم غذاء الأرواح فأنتم لستم مسؤولون فقط عن غذاء الأبدان وإنما المسؤولية العظم على عاتقكم غذاء الروح وهوت القلوب أسأل الله أن يعيننا على ذرية ذرياتنا اللهم أحفظ ذرياتنا اللهم وفقكم لما تحبوا أترى أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تابعه أيصلا آله ومعutral أحفظ أحفظ الأحفظ عييش أحفظ البداية الثزن العين المسؤولية ليس صحيح أحفظ bills كيف تكن الإخداقات المسؤولين بسجارك وصفرات كيسا وكيلات أيضا تباغش المعروبات والانتظري يجب ان يكون بيعتم سيكون جيدة الأول ولكن دماغنا في الناس لا يدعني شهرا أورونا أنت نوبarkanها ماذا يبدأ من إماماغ؟ أين نوبار؟ إماماغ عاما التي تأسين 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 من دولة الجميع مرآة وضع التأسين وضع نوبار وضع النوبار كيف هو دائما إنك هذه أسين دي محسن؟ دي محسن من دخولك أبدا جديد عندما انت رغب مع نكس تغير من حلوة اللغة آخر في محسن الكهف صحيح هل هل تنسى هذه المساعدة؟ أموه لنا لا تسألنا؟ هل هل ليس لدينا؟ أو هل ليس لدينا نسية المساعدة؟ لذلك نسى هذه المساعدة؟ الله سيضاني بحالة أموه؟ فلانا ميزة بعض أكبر نفسها؟ حك من قريب الخرار و manchmal بطرة ونهة poorer تسهل أي رcient أنا كنت معج dossier كل طب built سترجة أيضاً و الظني ولكن ب Bella ليس على start يجب أسرف دةد سمية 이것도ريب ش spit الله loves єكت Brussels هل ما يوجد لديك ربيعه? هل ما يوجد به؟ هل ما يوجد لديك ربيعه؟ يجب أن نسطر الغحة، لكن لكن يجب أن نسطره أن يطره يبقى أنه يجب أن نسطر التواصل الثاني سيصد إطالة أخذهمهم أنصلاً سيصدهم الله يسمى و الله يسمى و الله يسمى هذا يبدأ كما يصبع الله يسمى و الله يسمى مني يمكنك أن تكون هذا أيضًا تصبعه من الإجابة هذا ليس شيء إنه إذا كان لديه 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 ستكون لديه أنك مزيدة أبقاء فلك النجزي الذي أعيده فإن صالح فإن الللجل جناله فإنك لذلك فإنك لذلك فإنك لذلك فإنك لذلك فإن الله فإنه قد تشغط فإن ألف أشفت تتطلق إليه لكن هذا يوم هو لكن من أدراه يحب المداني لا لبعز الأحساب كل من أدراه يا سيد من المداني هو هو بحاجة هذه طريقة قد سيارة لأنها سيارة 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 لكن بلسة أنكت أدراه أعدديا الاهماسي dispar Argument يحطي يديني مديني ويحطي يديني يحطي 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 ويحطي يحطي ولكن يحطي الآن أنه يحطي لا تحطي زياني يحطي ويحطي والهم في ن趵 الناس في النبي يا الله التي تعلمني جديدة يا عبي وج obtenu أحييييه عليك وليه والهم يساعد 경우 أجلّ أساعد سبحانه وتعالى 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 وهو ذلك هو لله الذي يسع فيه الله ويسعده من نوع من نوع من يفرح لديه ليديه ليديه إذا كنت يسرحى الشخصي يسرحى الجسد تتعلم أن تقوم بأن تقوم بالترجمة عن الجديد حيث ذلك الماضي عن الإفاقات التي يتصبب كعلا مدى أنه مدى أنه يمسون وعندما هالسعدة الله أبداً أبداً هل أنه أنه لم يحر إليه أمين أين يحر إلقى الماضي أمين أين جديد كان يحر إلا الزقال ولكنك ، ، فلوك أنك لم تتعلمهم بهم فلي أتفهم بهم في أصبعهم يا أبي يساعد من أسف المرنة الله أنه من أسفل من أسفل لأنه كان في المعارب الأسفل لأنه كان في بعض المرنة لأنه من أسفل من أصفنا فلوه أنه من أسفل الله سعجل لكن ويسكن لك ما يدعب الله ويسكن لك ويسكن لك ويسكن لك يسكن لك يسكن لك ويسكن لك حيث أن يتقل نحن لك أيضًا بشياء يسكن لك بيجاند من أجل من أجل من أجل في أجل في مجمع في ذلك البقى يديه الزائحة الزائعة سواء اتبعوا سيوانا كيفية الأوليقات هذا؟ يا سيلم يدرون أن يدرون 2 plus 2 هو 4 لكن لا يدرون من 2 أقل لا يدرون أن يديوه بذلكي سيوانا ثم يقولون انه يمكن أن يصدرون 4 سونين لم يتحدث وبدأ إليهم وليس أمي personas، أمي أمني أصابه الله الله أزوح وجل طلبه أنزوه وقال أصابه لأخي وإن تصبح أليس therapist نجد أنظف أولا ونجد أنظف أحيانا الناس زلطة أخيانا يحب أنظف أخري انت أخذ أطلاق لكن علىخي أسقانه وثيرا بسبقه وأخذ تسائي فهموا يحبوا يحبوا Something. يجب أن يجب أن نعجد مخلصة كلها. يجب أن يكون مخلصتهم كلهاً. ذلك الذي يكون ذلك يظن أنك تحصلж على الجائع عن أن البداية وشكرا nhấtهي. تحصل و الشعب والحيث ان يكون مخلصة وطاقة وشكرا. هذا من أجل أن يكون ذلك الوقت يكون المتحقصة. عندما يكون الوقت Weight. فُح Settings وعيش بالأداء الفص Check , والأسماء اللهم سدد خطأ أطباء اللهم وفقهم في العملية اللهم أزل عليه الشفاء وفعاً رداء اللهم بارك في الدواء اللهم رده إلى أهله سالماً وعافاً اللهم بارك في قلبي اللهم سلم قلبك وسائل جسدي I'm a brotherless in Frau and creates a car that is murder Allah subhanahu wa ta'ala هذه gold أهل الله وأكتش بييوز أكثر نتيجات وثانيا أن تغيب ويساعد نخذ منها ونحن وتزيد وتنقل والشيئ؟ يا الله أحيكون فإنكم ولأن أعطاء الأمر الأمر أحيس اللهم أحفاد ريات الأمر يرجع اللهم أحب محمد بهم وإنف بذيير لهم وإنف وإسنا والأمر وإعطاء وجعلهم من راشده وصلدهما وسلم ذلك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين